بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو تمانية واربعين من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنشرح لحضراتكم ازاي تقدر تكمل الملف من مكان ما وقفت من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي انا هفتح ملف ورد عايز ابدأ اكمل كتابه عليه من حيث ما بدأت فيه دلوقتي هتلاحظ حضرتك اسناء ما فتحت الملف مجرد ما تفتح الملف هتلاقي ان الورد بيقولك ويلكم باك وبعد كده بانه بيسمح لك بانك ترجع من مكان ما انت ما توقفت بيقولك ان اخر مرة انت فتحت الملف ده كان من دقيقتين فقدر باني اضغط عليه هي وديني عند الجزء اللي انا كنت موجود فيه واللي انا حفظت فيه الملف قبل ما اقفل فتقدر بانك تكمل كتابه بشكل طبيعي جدا وتوفر وقتك بدل ما تعد تدور انت كنت مكمل فين او ايه اخر حتى انت كنت موجود فيها في حالة ان انت اتحركت جوه الملف بيتم الغاء العلامة ديت وما بتظهر لكش فما بتقدرش هنا ساعتها بانك تستفيد من الخاصية ديت الا الورد ما تفتح الملف بس بكده نكون شرحنا الجزء الخاص بتكملة الملف من حيث ما توقفنا بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة